تفاصيلها أهميتها إيه لليكو كوزارة لنا كمواطنين بشكل عام لمصر كلها فضل الفان انت عارف حضرتك ان استراتيجية الوزارة عشان نقدر ان يزود السروة البترولية بتاعتنا سواء من الغاز او من البترول لابد ان احنا نطرح مجايدات عالمية امام الشركات العالمية وعندما يتم الاعلان عن فوز الشركات في مناطق البحث والاستكشاف المطروحة بيتم عقد اتفاقيات بترولية عشان تبقى الاتفاقات بترولية سارية لابد من المهندس طالع المولى وزير البيترول والسرى معدنية يرسل هذه الاتفاقيات لمجلس الوزراء مجلس الوزراء بدوره بيبعثها لمجلس النواب من خلال لجنته ومن خلال الدرس على الابة وفي الابة بعد كده بيطلع بيطلع بيها موافقة عشان السيد الرئيس الكمورية يزدر قوانين بحيث ان وزير البيترول بعد كده يوقع هذه الاتفاقيات مع الشركات الفائزة ديو اتناشر منطقة اتناشر ستورة اتفاقية موجودة في مناطق متعدلة في الصحر الغربية شرق وغرب البحر متوسط وده مهم غرب بداحر متوسط في منطقة الستابكر أيها عايزة هنا نتكلم بقى كده ونوضح للناس بعد إذن حركوا استاذ حمدي الاتناشر اتفاقية دول مش في مكان واحد نا يا فن دول موجودين في الصحر الغربية موجودين في شرق البحر المتوسط تمام موجودين في غرب البحر المتوسط موجودين في مناطق البحر الأحمر البحر الأحمر ثلاثة اتفاقيات جديدة فازت بها شركات عالمية بعد المساعدة العالمية التي تم تطرحها وبالتالي هذه المناطق ان شاء الله تبع مناطق معايدة اتحقق فيها عدد من الاتشافات بهدف ان احنا عايزين نزود الاحتياطي نفس الوقت عايزين نزود الانتاج بتاعنا عشان نقدر نزود اراداتنا ونزود الدخل القوم من مصر ونأمن اهم في الجزائية دي نأمن الانتاجات البترولية سواء من الغاز او من البترول للقطعات الاخصادية ولشعب المصر نعم طبعا مهم جدا ان هذه الاتفاقيات دي هي حجر الزاوية امتى يبدأ تفعيل هذه الاتفاقيات عندما يظهر القانون ويتم التوقيع عليها من قبل وزير البترول ومن قبل الشركات العالمية يتم تفعيلها فورا فورا وحاليا دلوقتي في الاعداد للتوقيع النهائي على ازيل الاتفاقيات تمام اكتشاف فورا فورا الشركات العالمية بتعمل طباط وقت الاستثمارات بتاعتها نعم كله في حالة عدم 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 رؤية جيدة للأوضاع لكن الحمد لله احنا في وزارة البترول الحمد لله استمرت الشركات العالمية تشتغل الأمسطة بتاعتنا لم تتوقف رغم كل التحديات انا قلت لحضرتك عليها ده كان بيحكس بيحكس حاجة مهمة جدا ان الناس شايفة مصر صح شايفين فيها استقرار اقتصادي شايفين فيها اصلاحات اقتصادية الحكومة عامت بيها خلال السنوات الماضية سهمت كثيرا في الحد من أصار وتحديات كورونا شايفين ان فيه مصداقية في وزارة البترول والدولة ورئيس الجمهورية فبالتالي كل دي حضرتك سهمت مساهمة ايجادية ان احنا ننجح في توقيع الاتفاقيات هل الاثناشر اتفاقية دولي فاندم تم الاتفاق خلاص مع الشركات العالمية نقدر نقول للناس شركات متنوعة فيه شركات مهمة جدا زي شركة شافرون امريكا دي اول مرة تشتغل اول مرة تشتغل هم بيشتغلوا في البحث في التشويق لكن فيما يتعلق بالانتاج دي شركات كبرى في اكسون موبيل في شيل في بي بي في شركات كثيرة موجودة في لكن واضح ان في شركات جديدة تم اضافتها تماما اول الاستراتيجية الجديدة ان احنا عايزين نمرة واحد الشركات الكبرى انها موجودة في مصر التعظم من ارشدتها ان احنا نجذب شركات جديدة ليه بقى حضرتك عشان خاطر كمان نستغل التكنولوجي الجديد نستغل نظريات الجيولوجي الجديدة اللي على الشركات دي اذا فيه تنميعة صحية 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 اجي بقى الجزئية اكتشاف الخير وزير البترول معلي وزير البترول قال انه حينتج 32 مليون قدم مكعب يوميا في الصحراء الغربية ويدا رقب اولي كانتاج اولي تماما هو برضك عشان حضرتك تكتب احنا الانتاج بتاعنا دلوقات اكتر من 7 مليار هذا مكعب يوميا من الغاز الطبيب دلوقتي انتبه 7 مليار هذا الكشف اللي هو سميه بكشف بشروش للغاز ده في منطقة الانتياز الدلك البحرية بشروش ده تم الاعلان عن النجاح بتحقيق كشف في اول يوليو الحال لكن كان لسه متعملهش التقييمات اللي تديكي معدل الانتاج الاول فطبعا لابد ان ده في نتاج الاختبارات نعم فالنتاج دي المهندس طرق المل اعلانها على هذا الكشف في منطقة انتاج شمال الحمد احنا بنقول برضا ودي طبعا فيه بيشتغل فيها شركتين القتالية اللي بتشغل المنطقة الانتياز ومعا شركتين مهمين جدا شركة دي بيل بريطانية وشركة توتال الفرنسي طبعا بالتنصيق مع الشركة القبضة للغازات بيتم الاعداد لخطة التنمية عشان نقدر نحطه على خطة لكن طبعا احنا بنقول ان دي بوش في الخير ان انت لما بتلاقي كميات من الغاز صحيح مش كبيرة وممكن اوي يعني الشركات الاجنبية مقدرة ان مقدرة ان احنا ممكن نصل الى مئة مليون وتنمية برمين متكسفات لكن احنا كوزارة البترول ما بناخدش بالتخذيرات الممكنة بناخد الحاجة اللي في ادينا صحيح الجزء المخصص ليكم تمام خانينا نوضح للناس ونقول الصافي اللي حتاخده وزارة البترول لا يا فن مش الصاف مش ده الانتاج الاولي بتاع الكشف بتاع البيرل نفسه اي بعد كده حضرتك الاتفاقيات بتحدد لاختسام الانتاج دول لكن احنا بنقول ان الشركات الاجنبية اعلنوا ان ده الانتاج الاولي ومرشح للزيادة للزيادة يوصف مليون ادم مكعب يوميا من الغاز نعم بس احنا كوزارة بترول ما بنعلنش غير اللي في ادينا اه في هند في هند وصلت وصلت بتمنى لكم توفيق فاندي مويل الفترة اللي جاية يا ربي كده قطع التاقة وقطع البترول دايما يا ربي في الازدهار استاذ حمدي عبدالعزيز متحدث باسم وزارة البترول نهارة ايام نهارة ايام اشتركوا في القناة